السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة بلقائكم اليوم ان شاء الله سوف ندر مع بعضنا الشوامة جدا رائعة اكيد طعمها ما زال ما دقتوش طعم ديالها ما زال ما عمركم دقتوه سوف تكلدوا الشوامة عمركم ما تكونوا دقتوه بحل هذا الطعم هذا خليكم معي تشوفوا السر ديالها طريقه المقادم ان شاء الله في الفيديو بسم الله على بركة الله سوف نحتاج الشوامة ديالنا او ميني شوامة او شوامة بريستيج هنا عندي صدور 600 جرام اللي اسبق لي اخديتها انا صدور كيفما هي اسميكا وقطعتها على شكل ديال الساشيمي يعني بالناس بالناس اللي يعرفوا السوشي الساشيمي هو هذا التونة والسلامون كان قطعوهم بها الشكل اللي قطعت بيه والدجاج ديالي في واحد البول او في اناء اعمال بسم الله على بركة الله غنوضع يوغورت طبيعي او زبادي كيفما حبيتوا تسمو على حسب المنطقة او البلد اه في ميو عشرة جرام قربا واحد اربع ملاعق كبيرة هنا عندي عسير حامضة كاملة حامضة متوسطة الحجم ثم غنضيف عسير مندارينا ايه ليمون صغير او ستفندي واحدة غنكون احتفظت بالقشف لان انا استخدموها نضيف جوج ملاعق ديال كبيرة ديال خل ابيض وفينيقر بلون ثم غنضيف التوم هنا عندي اربع فصوص كبيرة الحجم فصوص يعني الدروس كبيرة الحجم مفرومة الى كانوا صغر شوية غنضيفو خمسة لستة فصوص غنبدوه الدباء في البهارات ان شاء الله ربع ملعقة ديال الكاري بهاب الكاري رأس ملعقة ديال الشطة او الحار اليابس واختياري هو كنضيفو الملح حسب الضوق ملحو لحسب الضوق ديالكم ثم غدي انكملو البهارات اللي ابقت مع بعضنا كنضيفو البابريكا ملعقة صغيرة ممتلئة ثم غنضيفو بهارات شاورما ملعقة كبيرة بهابات شاورما غد لقاوا فابت دياله في صندوق الوصف هدو كنصناعهم بوحدي يعني البهارات ديالي غد لقاهم صندوق الوصف ان شاء الله فابت ديالهم ديال فيديو ديالهم غنضيف القيشر ديال البوتقالة او الليمونة اللي درت ثم غد نضيف زيت الزيتون تقريبا واحد اربعة الى خمسة ديال ملعق ديال طعام ممتلئة هنخلط الكل او نحرك الكل مع بعضه ثم غدي مباشرة نضيفي صدور الدجاج غدي تلقاوا ان شاء الله البهارات مكتوبين في صندوق الوصف وغاد تلقاوا كذلك هنخلط صدور الدجاج جيدا في هاد المارينات او في النقعة ديالنا وهنا غنخلي نغطيهم ونخليهم ليلة كاملة الى بريتو تتبيل زوينة وبريتو صدور الدجاج جي الشيشة بزاف ليلة كاملة ما كانش عندكم الوقت يديرهم من صباح تل واحد يعني بعد تسويح تل خمسة تسويح على الاقل شوفهم بعد ما قطوا ليلة كاملة في تلاجاها هما جبتهم غدي نزيل القشرة ديال البرتقال من الفوق القشرة للبرتقال كحيدية الزفارة كيعطيني واحد نسمة رائعة فيهم اي حاجة حديثة فيهم الا كان لها سبب طعمه ام كيجيرا اعراء اعراء هاد الشوارمة هذي ان شاء الله غادي تدوقوها وغادي تعرفوا ليش كنتكلم لكم على النار يعني عالية تقريبا ما تكونش عالية بزاف غنديرو حد لازل الملاعق ديال طعام ديال الزيت في مقلات غير لاسقة وغند ان شاء الله باش نطيبو الشوارمة ديالنا غنطيبوها في المقلات اول شي غنديرو هنا غنحطو الشوارمة ما نحطوه هاش كاملة غنحطو ريش شوية بشوية بغيت الشوارمة ديالي تاخد لي على الوجه الاول ذاك اللون الذهبي اللي كيكون في الشوارمة ديال الشوارع اللي كتباع في الشوارع فلهذا غادي نحطها ونخليها بحال شكل كتشوفو تكتاخد لي هاد اللون هاد اللونه رائع جدا ثم من بعد كنقلبها مني كنقلبها على الجهة الاخرى كنقلبها دقيقتين دقيقة تلزوج وكنزيل الشوارمة ديالي وكنكمل الكمية اللي عندي كلها بنفس الطريقة بتدير الشوارمة كلها مرة واحدة حين تطلق لنا الماء وما غاديش تعطينا اللون جميل وما غاديش تستوينا بشكل اللي بغينا مفضل تعملوها بشكل اللي قتلكم وبالطريقة اللي قتلكم غا تحصلوا على شوارمة رائع ما تاخدش وقت كتير مهم المقلة ما تكون شلاسيقة مباشرة بعد مكملت الشوارمة ديالي غندوزو دابا الخبزة هنا يا عنا خبز تورتيلا عندي خبز تورتيلا بالدورة هو الاصلي لو كدر بالدورة وعندي كذلك بدقيق الغمح الكامل انا شريته وان شاء الله من بعد عادي نزلو لكم الفيديو ديال خبز تورتيلا حينما ما عنديش الوقت فاستطريت انني نشريه باش نوجد الشوارمة بسرعة هنا عندي جوج ديال الدوائر عندي هادي وعندي هادي فا انا فرضلت هادي لي كبيرة شوية كجيني الشوارمة مزيانة احسن من هاديك صغيرة بزاف يعني ما كجيش فيها بزاف شوار ما كجي صغيرة بزاف كل دائرة ديال خبز او كل خبز التورتي الاوحدة كتعطيني البعض يلقيطة من هادي الحجم هادا اللي كتشوفوا معايا سوف نستمر حتى نقطع الخبز ديالي كامل سوف نضيف مقلات يسخن قليلا ما تخليوش في المقلات هي يبس لانه اللي يلبس سوف يتهابس لكم مني تكونوا تعبيو الشوارمة ديالكم مباشرة غندوز ناخد الشوارمة ديالي وغنحطها وغادي نعود نقطعها بالسيكين مرة اخرى باش تعطيني دك اللمسة ديال الشوارمة اللي كتنزل من السيخ اللي يقطعوها في الشوارة فكتجي رائعة شوفوا كيفاش يجي لمنظر ديالها جدا رائعو اللون يا سلام اما الرائحة والطعم فلا تقاوم هنا عندي سوس اللي وجدتها دبت مايونيز ودبت معاه سوس الجغيان ودبت معاه قوز برطارية قطعتها ودبت معاه توم ان شاء الله من بعد غنوجد لكم تومية ونزلها لكم فيديو خاص بالنسبة لهاد الشوارمة اللي بغيت نوجد فما كي بغيوش هاد الناس غايكلوا ما كي بغيوش دك تومية تكون قاسية في التوم فوجدتها الصوس كتجي معاه لديدة بزاف بزاف ان شاء الله غتجربوها وغتعجبكم غنبدأ ندهال الخبزة ديالي اللي سبق لي سخنتها قليلا ثم غنوضع فيها الشوارمة ثم غنضيف عليها المخلل ديال الكورنيشون او الخيار بالنسبة اللي توفر لي مخلل ليفت فاقي وضعه انا ما توفر ليش حاليا وغنضيف قليل من المقدونس كلمسة اخيرة وغادي نسد شوارمة ديالي بهذا الشكل هادا ميني شوارمة او شوارمة بريستيج او كان حط على جنب وغنكمل بنفس طريقة ها كان وضعه فوق منها اه داك الدونتيل غير انا ما وضعتوش باش يبقى يباليكم شكل كيف ما هو زوين كنكمل بنفس الطريقة كان دهال الخبزة ديالي كان وضع الشوارمة كان وضع الكورنيشو او مخلل ثم قليل منها البقدونس كان نرجع نذكركم هنا كندير البقدونس في الاخير في الصوص اللي عنا اللي كان دهال الخبزة فيها القزبرة فقط كيشي طعمها رائع جدا جربوها ان شاء الله وردو عليها هادو درتهم بدون بطاطس اه مقلية هنا غنبدو ندير البطاطس مقلية كندير الشوارمة نفس الطريقة وكندير كذلك المخلل وغندير البطاطس بالنسبة البطاطس قليتها طريقة عادية وضفت لها غتشوفوها حمرة من الفوق فانا ضفت لها البابريكا كتعطيها واحد اللمسة وطعم زوين كتعطيها لون وطعم جميل كذلك سافي غادي نقبط بحال هكا وغادي نسد كنسد في هادو كبليب بانس ديكوراتيف هاد ليب بانس صغار هادو سافية غنكمل بنفس الطريقة ثم غنوجا عندير معاكم شوارمة وحدة كبيرة كالشوارمة العادية غادي ندهن خبز ديال الدورتيلا هنا استعملت خبز ديال القمح الكامل غنوضع فيها الشوارمة ديالي وغنوضع نفس المكونات اللي وضعت في الشوارمة الميني او الصغيرة نوضع المخلل نوضع البطاطس اي اضافة كتحبوا تضيفوها انتوما لكم الاختيار لكن بالنسبة للشوارمة الاصول ديالها فما كيكونش في هادك الخاص وادك الشي ما كيكونوش نهائيا فهي كتكون هكا بالنسبة للطعم فهو طعم خاص ام عبدالله هنا يلويتها معاكم بحال هكا لكن بعد را رجعت الفيتلي هالجوانب ديالها وارجعت خضيت مقلات دبت فيها واحد المعلقة صغيرة ديال الزيت وسخنتها وحطيت فيها هاد اللفة ديال الشوارمة احتطت حمرات بهذا الشكل اللي كتشوفو معايا ثم رجعت قطعتها الى اربع قطع وانتوما غتشوفوها معايا في النهاية ويا سلام كتجي محمصة كتجي رائعة جدا هذه الشوارمة ديالنا اللي كنحصلو عليها رائعة جدا 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 لده لا تقاوم اي استفسار سؤال اي شي احبيتو خليولي في التعليق ما تبخلوش عالينا بلايكاتكم وتعليقاتكم ورائعة كالعادة وشاركوا الفيديو اللي احبيتو مع الاحباب والاصديقاء واستفتو منو قد نشكركم على حسن التتبع قد نتضوق معاكم الشوارمة اللي كيفما كتشوفوني كانت ضوقها فكان على الطبيعة ديالي وبند يلي يلي صورتني وانا كانت ضوق رائعة جدا 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 كتمنى ان شاء الله تجربوها تبدو عليها الخباب كان حبكم في الله غدينتبككم ان شاء الله خليولي اقتراحاتكم فيديوهات اللي تحبوا تشوفوها وتحبوا نقاسمها معكم